ورجعنا تاني من بعد الفاصل لفقرة كل الستات بتحبها وبتسأل عليها كل الست مننا لما بتحب تعمل نيولوك وتغير لون شعرها أو تقصه قصة مختلفة بيبقى عندها تخوفات إن الشكل النهائي ما يبقاش لا يقع عليها وعشان إحنا دخلين على موسم جديد أكيد فيه ألوان صبغات وقصات هتكون مودة للموسم هنعرفها من واحد من أفضل وأهم مصففي الشعر في مصر واللبنان والوطن العربي برضو اللي الحقيقة نقدر نقول إن الإيد الأمينة دي هي أكتر إيد أمينة على شعرك هي إيد اللي منورنا مصفف الشعر اللبناني شادي لحود نورنا شادي تستاهل شادي نحن داخلين على موسم شتا عايزين نعرف كل الشتاة بيقولك الألوان تغيرت الصبغات تغيرت هل حقيقي إن اللون الواحد هو أكتر مودة؟ بالشتاة أكيد أحسن أحسن الألوان اللي هي صالت كولر اللي هي لون واحد يعني بالشتوية بالصيفية طبعا معروفة مع التان ومع التبقى الألوان الفاتحة أحلى على التان أما بالشتة الأفضل إنه تبقى الألوان لون واحد براون ميديم براون ماكسيموم يعني بس في ناس بتحب تفضل على طول شعرها فاتح وعادي يعني حسب اللي واحد بيليق عليه إيه طيب ما في إنه واحد تشعري أنا إنه دي الموضة أنت بيليق عليك إيه على وجيك فاما؟ يعني أنا بالنسبة لي إذا واحدة فتحة لأ دي بقى شعرها غامق أحلى ما تبقىش هي فتحة وشعرها فاتح بيبقى بهتها ونها بهتها ولعك إزا واحدة هي صامرة مثلا تفتح شوية شعر ببقى شكله أحلى طيب ولما تجيلك مثلا بنوتة وهي مثلا بيضة جدا وعايزة تعمل بلوند كتير قوي ما بنصحها ما تعمل لك أكيد بس إزا هي مصرعة نحمل لها اللي هي عايزها ولكن هنصحها طبعا في حاجة تغيرت برضو في الموضة بقى إينا بنشوف إنه اللايت أو اللايت أو الهايلايت بقى بيتعامل على لون الشعر يعني ببقناش فاكر زمان كنا نسبة شعر كله نغير اللون من الروتس صح ليه يبقوا كل البنات بقى من تحت بيعملوا أكثر؟ بيعملوا أحسن ما بقى حلو ما بقت الموضة حلو إنه الهايلايت بقى طالعة من الروتس مش حلو ليه أحلى تكون الروتس غامقة ويبقى اللون ننازل من تحت فاكر زمان؟ من زمان كان صباح و كان أول ما يطلع الروتس على طول على طول بلوند و ده الموضة تتغير بس اللون أنضف إنه تكون الروتس مش مش مبينة الهايلايت طالعة من الروتس بيبقى اللون أحلى وبرده لو في بنات حواجبها غامقة برضه بيبقى في تناسق شوية طالعة لزبط الفرايم يكون أحسن غامق بيبقى أحسن غامق يعني طيب خلينا تنترون شعري كايك حلو ما تعملش حاجة أنا أفضل كده على الغامق معناها بحب البلوند جدا أنا في الصيف عشان التان فبلوند على طول بعدين البلوند معروف بيبهدل الشعر أزاوية دي حاب تحافظ على شعر أكيد ما ما تفوت بالهايلايت كتير طيب السؤال بقى بس عشان تكلمنا عن العناية في الشعر في بنات كتير بتعمل تريتمنت لشعرها وبعد كده تيجي عايزة تعمل لون فتتصدم أنه لا هينفع بتعمل لك لون عشان أنت عاملة تريتمنت شادي قد إيه لازم يبقى فيه وقت؟ هلأ لو لون واحد ممكن يتعملوا بنفس اليوم ما فيش مشكلة بس لو هايلايت أكيد ما ينفعش عشان لتريتمنت لما يفوت على الشعر لما تيجي تحط عليه أنت أكسجين لو هو أكسجين عالي يعني للهايلايت الشعر بيسخن بسرعة وممكن الشعر يتحرق فما ينفعش لازم تقعد فترة يعني أسبوعين شهر طيب ولو العكس لو عاملة هايلايت وعايزة عمل تريتمنت اللون هيبوز التكنيك طبعه لازم بالبيبليس فلما تيجي تحط تعمل بيبليس اللون بيضرب بيفتح فهنتر نعمل رنساج هنتر نعمل صبغة تانية هنعرض شوية من الصور اللي شادي أعمل لهم ممكن الصور جاهزة طيب هنحط درجات الألوان دي هنعرضها نشوف رأيك اللون دا وهل دا مو دا ويليق على مين هلا بص الأحمر ما بنصح فيه كتير أنا بس فيه هو أحمر ولا بتنجان هو أحمر على بتنجاني يعني فيه كذا كذا ضاي يعني حلو على البنت السمرة ولا البيضة بليق على الاثنين بس هو أوفر شوية هو اللون أوفر بس دا بنعمله بحالة لما إذا واحدة صبغة أسود ما فيها تطلع من اللون على على بلوند وعلى بالنفاتح ما فيها يعني ماكسموم من الأسود تطلع عليها على دارك براون يا على أحمر طيب واحدة حابة تغير شكلها شعر أسود مش بقى دلوقتي متاح لو واحدة شعرها أسود لا 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 أنا ما بنصح ما بتحبش آه عشان شعر أكيد 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 هيتحرق شعر أكيد هيتحرق طيب لون تاني الجري زيتوني ده عمل هس هس آه ده قطع فترة كان موضة جدا بس دلوقتي بطل موضة يعني بطل حلو كتير لجري عم بيزا واحدة شوية مثلا فوق الخمسة وثلاثين سنة عم بيين كبيرة بطل حلوة هي ميا دياب كانت أول حد أعمل اللون ده وكلنا عايزين نعمل بعديه مش شرط ميا دياب هو كان لون تراندينج يعني بس بطل حلو كتير بطل موضة يعني وبعدين اللون بيبهت لو عملت ده كل شوية بستخاصة هنا بمصر لأنه هنا بمصر الميا فيها كلور كلور بيفتح الشعر كلور معروف بيفتح فأجبار يعني الواحدة بتعمل فاتح بتروح ترجع عن الكوفير بعد أصول بتقوله شعر يفتح ده طبيعي أي واحدة بمصر بتعمل لون فاتح لازم تهتم فيه على طول الشامبو سيلفر كل أسبوع اتنين تلاتة تروح عن الكوفير رانساج لازم اهتمام لأنه الماء فيها كلور أو تستحم بماء معدنية يعني تستحم بماء معدنية أو تحط فيلتر بالطويلت بيبقى الموضوع أحسن أكيد حل اللون ده ممكن يجيب أنات يعملوا اللون ده شادي يعني بيبقوا مجانين شوية وصلا بترقعين أو تيناجرس بصي ما بنصح أنا بالكريزي كولر يعني أول شي بينزل بسرعة غسلة اتنين تليل لون نزل إذا كان فيه أزرق أو بينك أو ما بنصح فيه يعني بس فيه ناس بتحب فيه ناس بتحب تعمل الحاجات ممكن تيناجرس المراهقين بيحبوا الحاجات دي بيعملوا كده كم واحدة وفيه شوية مجانين تبقى شايلة جنبه البلوند البلوند ده يعني فيه ناس لسه بتحبو قوي يعني بيحبوه عشان عشان انت بتعمل البلوند حلوين قوي ممكن بس البلوند ده الالوان دي بتعود يعني القاش والكرامل بينزل مع الغسيل البلوند ده بس ده موضة الوقتي ولا بس فيه ناس بتحبه يعني فيه ناس بيحب البلوند بتعود عليه من زمان بس هو مش موضة يعني طبعا الالوان فيها كرامل فيها قاش أكيد أحسن طيب وروند ايوة ده ايوة حلو هيدا هو ده بقى له فترة كتير قوي عمال بيعملوه الناس كلها يعني تقريبا بقت تعمل الالوان دي يعني وهدية ومنة كتير فاتحة ولا كتير غامقة وسط وبيليق على بيضة سمره بالزبط بيليق على كلها لانه هي مش شايفين وجهة الموضل بس هي اكيد الفريم تبعها غامق فبيليق على كل البشرة صحيح لقوا كتير بنات عمالين هيدا اللون الحلو انا بحب اللون ده قوي هي يبقى غامق من ورا والقصة اللي هي الفاتحة شواء بشكلها كتير حلو دي ما انتم شايفين يعني الالوان دي احلى الالوان ده ده اكتر حاجة تتعمل الصيف ده بالزبط واكت فيها هايلايت وصبغة الاثنين مع بعض انا شفت بنات كثير عمينه لون هادي يعني مش مضطرة الواحدة تفتح شعرة كله بيبقى فيه ثلاثين بالمية من شعرة متفتحة وهي القصة دي بتخلي بيباني الشكل انه انت عاملة نيولوك حتى انت ممكن تعملي دي بس وكم خصل من تحت حاجة خفيفة بتباني انك انت عملت نيولوك بالزبط طيب عايزة ادخل على برضو قصات الشعر اوكي كنا فاكر المودة تبع من ورق لسه مودة اصلا ايوه ده اللي انا مستغربان هي بقى لها كتير قوي وبعدها ليلى انا واحدة بس تحب تقصر شعره انا بس تجين واحدة مثلا زي انا شعره طويل وانا عايزة تغيير ومش عارف ايه واكتر شي هو اللي بيبقوا بخلفين جديد ومش عارف ايه بتقلي انا عايزة اعمل مثلا بويكت اكيد انا ما بقص بويكت انا زيشت واحدة بقص بويكت لانه انا بالنسبالي بويكت خلاص انت روحي بحلق وانت جاية عندي ليه اني روحي بواحد حلق بيحلق للرجالة ويحلق لك بويكت فبالنسبالي انت عايزة تغيير فرنش كت اول شي قصة حلوة وشكلها لذيذ ولسه شوية طويلة ونيولوك وقت طول كمان شوية لو انت انا ممكن واحدة اصلى بويكت وطعيطلي في المحل يعني فهمها تحس انه انا حسن انت بتعاني جدا مع الستات انا مفي انا امشي على واحدة شو بتقلي لازم انا برضو قديها رأيي ايو عشان هي في الاخر جاية بوشة طبعا انا واحدة تيجي تقلي مسلا انا شعرها اسود صبغة اسود تقلي انا عايزة عامله بلوند وطمام وفي ناس بتعمل كده وتقع تفتح وتحرق الشعر عشان بزنس انا كنت عايزة اسألك اه بالزبط انا موضوع عندي ضمير اكتر من بزنس يعني طيب في بنات متبقاش صبغة شعريها انا اذا هي صبغة شعرها من شهر وشهر ونص ما بعمل تاست اصلا ولو شعرها طبيعي طبيعي على طول بياخد لون اللي انت عاوزها لو شعرها هي الناتشور الهير اللون اللي انت عاوزها بيطلع بس هي اذا صبغة اسود او احمر او عاملة حنة ما بفوت بهيدا الريسك لانه اكيد ما هيطلع اللون احنا عاوزين يعني ماكسيموم من الاسود بتطلع لالاحمر ماكسيموم من الاحمر ممكن تعمل اسود وماكسيموم دارك براون هو بلني خفيف طيب لم تتعزب العرايس عزبهم انا بيشتكوا انو احنا عايزين نحجز عند شادي وشادي بيقول قبل شهرين تلاتة ولازم مواعيد ما هو لازم او انت هتلاقي فيه حجزات ايوة انا عارفة بس عايزين نعرفهم انو مافيش حد مش عايز يشتغل يا جماعة كيد شادي عايز يشتغل ولكن لما حطينا ان انت معانا فلقيت بنات بعتيني انا كنت عايزة يوم فرح يعملي هو مكانش فاضي قبل قدي شادي لازم نقول بص فيه ناس من دون ذكر اسماء مثلا ممكن يحجز ست سبع عرايس باليوم ويروح يبهدل لوم هاليوم انا ما معقولش كده بالضبط او ممكن يتأخر ثلاث اربع ساعات على عروسة والكلام يعني ما ينفعش انا ماكسيموم بياخد مثلا ثلاث اربع عرايس باليوم بالمواعيد المتناسكة يعني مسلا كل مبين كل واحدة وواحدة ساعتين ثلاثة عشان تديها حق العروسة ما روحش انا يلا مستعجل عايز دونس ساعة عامل العروسة وامشي الراجل اهو بيقولكو فيه يعني هو لو عايزي كاروتها هيعمل كده لا انا ممكن اخد عشر عرايس باليوم طبعا ودلوقتي بقيت برد تتأخر عليونه العروسة ممكن تبضل معيها تعملها تولوكس تريوكس ممكن نروح ونرجع نعملها تولوكس انا بس عشان الناس ايه اللي بعاتتلي عشان تعرفوا ده هل فيه روتين بيتعامل شادي قبل الفرح ممكن تطلب منها ايه تعمل ايه الشعره هو كده كده المعروسة تحجز فيه ليها باكيج ايوه لازم تجي اول شي بروفا اكيد لازم شوفها شعر عايز لون عايز اكستنشن عايز حاجة ده طبيعي وليها بالباكيج شوية حاجات يعني بالمحل بتعملون يعني بس انه اكيد لازم شوف العروس قبل ما يفعش وحدة تحجز وروح اتفاجرة فيها يوم الفرح لانو ممكن تلاقي لون شعره مش حلو محتاجين اكستنشن مسلا شعره خفيف انا بيبقى عطول معي حاجات اكسترا يعني بس انه الافضل تجي العروس شوفها الاول يعني ده احسن عشان بدو في عرايز دي بالنسبة لهم اهم يوم فتيجي تقول لك لا اصله انا شعري مطلعش زي شعر مش عارف مين عشان كده انا ما بخبس بيوم الافراح يعني انا فيه اخد ست عرايز وصبع عرايز بس النوع انت اكيد هيجي الوحدة اخر اتنين تلاتة دول هيتظلموا احنا متمنى يا شادي ان انت تاخد خمس وست عرايز في اليوم والله بالضبط بس فيه ناس هاتتظلم لازم تديها حق على العروس بعدين الحاجات دي بتسمع يعني التأخير ده والقلة الاهتمام ده بيسمع على طول طبعا طبعا وغيره في وشك في الاخر اه خليني انا محدود بالحجوزات ويبقى صمعاتي حلوة وبس مش عايز حاجات اخرى وصوري يا عرايز اصلي الناس كتير حبين شادي عشان برضو في حاجات شادي انت عملتها عمل انغام عمل رولاساعد عمل كتير قوي برضو بيحبوا انه شادي اللي عمل بالضبط فمعلش لازم نحجز قبل بوقت يا جماعة في ناس تحجز قبل سنة في ناس تبعرفها الموعد الفرح بسنة لازم اول ما نحجز نحن قامتا يوم الودينج خلاص ندوح نحجز وزاراته طيب في صور بيقولولي هنشوف قصات الشعر الاكتر موضة السنة دي وعايز اعرف تعليقك برضو شادي الصور جاه زي اسادزة ايوه دي اللي هلا اللون تركنا من اللون هلا دي فرانش كات بس اصير انا برضو ما يعني ما بحب تبقى واحدة رقبتها بينها مش حلو وعنا بالنسبالي مش حلو بس ايدي فرانش كات تعتبر في ناس بتحب الحاجات دي يعني حسب وما بتليق على كل الناس كتير طبعا الليرز تحفة يعني بس الليرز يا جماعة لازم شعر تقيل يعني انا زي واحدة شعرة خفيف ما ينفعش تعمل الليرز هايبان من تحت فاضي يعني انا ازا شعر خفيف لازم ومن قد مصر ممكن تعمل شوية بالقصة بس ازا 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 واحدة شعرة تقيل بليق عليها الليرز طبعا ايوه عشان لما نعمل اصلا اه لو عملنا اصلا اكتر من طبقة التحت دي اصلا مش كتبان ايوه طيب شادي القصة دي بتليق اكتر بالوشها طويل عشان في بنات اه بص هي الموديل دي على فكرة ايوه طويل تمام بتليق بس يعني الغرة يعني لاخر وجه اه كمام بس ازا هي لو اصرتها اكتر من كده هيبان للعيوب طبع الوجه صح صح طيب هي تقيبا اه زيها بص القصة اصر بالزبط اه كمان لائك شعر تقيل شفت الليرز شو حالو عليه وبين اكتر لما بنعمله بيبان اكتر حتى بالزبط لما يتعمل اما لو شعر خفيف هيبان من تحت فاضي وهي دي الفرنش كات انا بحط بالقصة دي قوي ام يعني من قصات المفضلة في حاجات ما ينفعش نقصها لو رقبتنا طويلة لا 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 كأن شعرك طويل يعني بتدارك اي عيوب يعني حتى لو واحدة رفيع طويل بتبقى شكلها حلو وتغيير يعني ازا واحدة زهقانة من الشعر الطويل يعني طيب اه دي سيارة خالص انا انا دي حطيتها علشان الفرنش اه انا بيجي قواتل عندي ناس عايزين يعملوا الفرنش دي اي الفرنش دي ما بتليق على الا واحدة قورتها عريضة يعني ازا واحدة قورتها صغيرة بتطلع مش حلوة اول شي هتبقى سيارة قوي ولو على طول لازم تتعمل يعني لو ما عملتها هتوقف لازم واحدة تبقى عندها قورة يعني حتى مبيني هاي دي ازا بتطلع من جوة بتلاقي فيه قورة كده فيه مساحة يعني فالافضل اللي حابة تعمل فرنش كده لازم بيبقى قورتها شوية كبيرة يعني انت ما ينفعش انا ما ينفعش انا حلمي اعملها لما كنت في المدرسة بقى كنت بعملها كان بيتحكوا عليك لا ينفع بس انه خليك كده احسن اصلا في سؤال بالوقت جالي حالا بيقولولي انه لو قورتي عريضة اهو كنا بنقول القورة العريضة لازم احنا نعملها غرة بالزبط اه تبقى فيه غرة ببقى شكل حالا فيه بنات واخدين فكرة دايما انه انا معلش انا عايزة شعري يفضل طويل حتى لو المتقصف من تحت مش احسن حاجة غلط طبعا ليه لانه شعري بيتنفس من طراطيف من تحت والتأصيف بيمد هو التأصيف لو شعري مقصف شعري مش هيتول يعني الشعري بيتنفس من طرف الشعري فيه ناس تفتكر انه خلص معنى شعري بيتول من هنا بس هو بيتنفس من تحت يعني ازا ازا من تحت محروق ومقصف مش هيتول لازم يتقص الشعر هل حقيقي انه احسن علاج للشعر هو القص؟ اكيد احسن طبعا يعني مش مع لا 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 لهو اكيد مهم مهم للشعر للموجود بس ازا واحد يحب تطول شعره لازم كل تلاتة شهر ماكسيموم اربعة شهور تعمل ترم انا كل شهر انا كل شهر بقص عشان يطلع لازم يعني ازا ازا شعر متقصر من تحته لانه بتعمليه كتير فلازم على طول تنظيف على طول حتى لو اه اه الصغير خالص اه بس برضو بيأثر كتير اكيد بيصير شعر هالسي اكتر طيب هل مع شادي انت مع فكرة الدبل فاس وهل حقيقي انه بيأزي الشعر اه انا مع فكرة الدبل فاس ازا واحدة شعره خفيف اه اكيد هو اصلا معمول لا مش هيأثر عليه هو فيه بتقولك ممكن شعره يتبهدل مش عارف ايه حسب اول شيء الكواليتي حسب التايب نفسه يعني اللزق اللي بتلزق فيه ومين بيركب ومين اللي بيركب ومين اللي بفك هو الفك مهم اول واحدة اكتر شي بتتعذب بالتايب اه يعني ازا واحد مش بروفاشنال اي قطع بالشعر ايه يعني هيقعد شد بالشعر ويازم حد بروفاشنال ولازم البرودكت بتاع البفك التايب يعني فيه بروودكت مخصوص بترش على التايب بطلع بسهولة فيه ناس طبعا هنا بتحط حاجات يعني مش عايزة اقول اكسيجين واسيتون يعني اسيتون ده للضوافر بحطوه عالشعر طبعا الشعر هيتبهدل ما ينفعش يعني حط اسيتون على التايب يبقى اهم حاجة زي ما التايب بتتبهدل والشعر نفسه بتبهدل فهو ناس فيه ناس كتير اخدت عنه فيه تباك وحشة من الفك مش من التركيب بس هو انا بنصح فيه طبعا بدي شكل رائع يعني بغير المنظر توتالي يعني بيبقى واحدة نفسيتها اصلا متدمرة بس ركبلة تايب اه بس واحدة حطت شعره عشان طويل شعرها فراح تخسرت شعرها فاكيد هتساعد هتبقى بيعطي اخر سؤال نصيحة منك لي انا نصيحة من الليك انت انت ما شو بتنصحك اه من امر كلك بجد عايزة اعرف اه ديني نصيحة علها وقلني شعري كده كويس اهتم فيه على طول لانه انت اكيد انا باهتم انا دايما يعني كل يوم تعملي شعارك اكيد صح على طول اهتمام ويعني وجربة ما تعملي بيبيليس كتير بحياة بس يعني يا ريت ما بحث بيبيليس ابدا لانه موضوع بيبيليس اللي بمصر هون لا 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 حتى والله ولا باي مكان بالعالم ببيليس انا اخي شوار بس وخلي اللون الخلي مثل ما هو وانت اذا عملت اسود هي بقى رائع اسود اه بس بلوند لا 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 شكرا كتير انا كنت معنا اليوم انبسطت جدا 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 نحنا قدرنا ان احنا نختفك وانا عارفة ان المكان بعيد نورتني شادي شوفك تاني بإذن الله اه الوقت خلص خلاص عايز اقولكم ان شوالله انتقابل بكرة بحلقة جديدة من فيس اوف هتوحشوني باي باي موسيقى